اشتركوا في القناة خلينا نحكي أول إشي عن شغلك بالتهريج الطبي إيش رحلنا أكتر عنه أهلا وسهلا فيكم بالجميع المشاهدين والمستمعين التهريج الطبي دخل عنا على بلاد مش من زمانة كتير قبل عشرين سنة مع أنه كان موجود بالزمنات أكتر بأمريكا وبأوروبا وعننا إحنا في شركات عدة شركات اللي بتفعل هذا الموضوع المهم أنا حسيت حالي أنه أنا لازم أكون مهرج طبي بالعدد أسباب أول سبب أنه أنا خلقت أضحك العالم تخلق تبكي أنا خلقت أضحك تاني شغلة أمي إنساني بتمزح كتير فأخذت كل من الشغلات هاي وأنا كنت مهرج العادي بس بعدين اكتشفت أول ما شفت هيك فيه عنوان تهريج طبي قلت هذا أنا بالضبط وقلت لا يعني لكل الأشغال بالعالم هاي الشغلة لإلي يعني أنا شايفة مضبوط لإلي أنا بحب الأولاد كنت أعلم موسيقى لأولاد صغار وبحب المهرج وأنا إنسان جدا حساس يعني لما شوف أولاد مريض بحزن معاه فدمجتنا كله مع بعض بالتهريج الطبي وفعلا بلشت من هون أشتغل بالتهريج الطبي تعلمت طبعا بتعلموا بالجامعات بتعلمت بيت الأبيب بعدين بلشت أشتغل مع السوريين إذا بتتذكروا كان فيه سوريين يجوا على إسرائيل فأنا كنت المهرج الطبي اللي أروح أتعامل مع السوريين بحكم اللغة طبعا لا شك بيقولوا إنه نوع من التعاطف مع الشخصين اللي قبالك هو كود أساسي في العلاقات الإنسانية وما بالك لما منحكي عن أطفال مرضى ولكن قد يجوني كبني آدم اللي منعرف قد الإنسان ممكن يتأثر بالأمور اللي بيشوفها وبيسمعها النجح يلاقي معادلة إنه يطلع من باب المستشفى يقول نكمل النهاري مبتسم الشغلة يمشي هويني بتاتا ما كانش هوين عليه لما أنت تشوف أولاد يجريه المقطعات أولاد فيش عنده نعيون من سبب الخرب طبعا أنا كل إنسان أو الإنسان عنده أولاد وعنده كذا يعني يقارب ما بين أولاد وبين هذول أولاد طب ليش هذول أولاد هي كلاش أولادي لا فأنا كيف أنا بحب أولاد يكونوا مناحة بصحة مناحة بحب كمان يكونوا كل العالم أولاد يمناح وصحة مناحة فمن هنا إجا أنه أنا بدي أساعد أنا بدي أساعد الأولاد على القليلة بضحكة بابتسامة يمكن كمان بحديث بينه وبينه تأعرف شو هو بده شو أنا بدي فهو ساعدني وأنا ساعدته يعني كان فيه مساعدة مشتركة كيف بتعيد توازن نفسك؟ التوازن راح يكون كالتالي يعني أنه بالمنخار هو المعادلة كلها أنا بلبس المنخار بصير شخصية معينة هو المهرج وبحاول أنه لما أشلح المنخار أرجع للإنسان لهو جوني يعني مع المنخار بكون كوكوريكو بدون منخار بصير جوني فاستصعبت أنه أفرق بين الشخصيتين بس بالآخر اللي نجحت عشان الأولادي وعشان أولاد المرضى من خلال تعاملك مع الأطفال والمستشفيات إيش في موقف أثر كثير فيك وما زلت تتذكره؟ في مظبوط كثير بس مرة أقولك كان فيه ولد سوريا اللي جابوه كان عمره أربع سنين كان عنده تراومة من الحرب ما بقدرش يحكي وهو بحالته إجا لحاله ما كانش معاه حدا من قرائبينه عادةً بيجوا مع أبوهن مع أمهن مع خاليتهن هو ما كان فيه حدا من قرائبينه معاه والولد كان صعب أنه يحكي فأنا استصعبت أنه أحكي معاه بس بالآخر شوي شوي صرنا نحكي بس قررت أنه ألاقي أهله بوقت الحرب بسوريا وأنا هون أنه ألاقي أهله ليش؟ كانوا يفكروا أنه يعطوا له شيء بني آدم يا من سوريا يا من هون يهتم فيه ويتبنى فأنا قلت لازم ألاقي أهله فبلشت أحكي مع كل الجرحة السوريني اللي كانوا عندنا يعمل فيه ولد هيك هيك إذا حدا تضيع ولد وفعلا بعد تقريبا شهر بيجيني تليفون بيسألوني على هذا الولد قلت له أنه آه هذا الولد عندنا ماله الأمه بتبكي وبتدور عليه فأخذت تليفون أمه وحقيت معاها فرجيتها صورته تلعجوا الولد نفسه اللي احنا كنا نفكرين أبوه وأمه ماتوا وكلهم ماتوا بس كان الأم عايشة وفعلا الولد إسه هو بحضن أمه هذا كتير أثر عليه جميل ولا شك أنه فيه آلاف المواقف صح بطبيعة شغلك صح بدنا نروح على صيد الأفاعي باستثمار وقت الحوار معك أولا المجال صعب ومختلف والناس ممكن كثير من اللي بيسمع وبيقدروش يسمعوا صيرت هذا المخلوق يعني كأفعة أو حي بس إحنا في هذا الموسم يعني هو موسم الأفاعي عم بتقول لي بلاك حي ممنوع أقتلها طح احنا تصرفنا الأول رد فينا الأول أول شي بدي أجاوبك على سألتني سؤال قبل شو المعادلة بين التهريج الطبي وصيد الأفاعي هذه مساعدة وهذه مساعدة صح أنت لما تمسك الحي وتبعدها عن الناس أنت بتساعد أن ما حدا شي نقرص أو بتساعد الحي نفسها أنه ما تموتش أنا بآمن أنه ربنا لما خلق كمان الحيوانات خلقهم بتوازن يعني أنه إشي بيقتل إشي إشي بيوكل إشي عشان معني ما يكونش فيه حيوانات أكتر بكتير من حيوانات مثل هاي الحالي الكوارد والحياية السامية مثلا أنه ما تتكاتر إش عشان هيك فيه يعني حياة ليه مش سامية وهي أقوى من الحياة السامية وهي عبتو كلها وبتؤتلها عشان إحنا ما نتقاذاش فهذا التوازن أنا بحب أحافظ عليه بحاول جدا أحافظ عليه بنطلق من نفسي بالأول أنه كل حي بمسكها إن كانت سامية والله غير سامية أمسكها ما أزيهاش ما أعزبهاش أحطها بمرطبان ويروح على محل بعيد عن الناس وأفلتها هناك بالنسبة لخطورة هذا العمل يعني الناس لما بدأت شوف ما هو أول إشي رح تعمله إنه بدأت تحاول تبعدها فخلينا نحكي عن الأفاعي السامة والأفاعي الغير سامة عنا بالبلاد فيه تقريبا 42 نوحية تسع أنواح حياة فقط سمات لغير وثلاثة منهن هني خطرات على حياة الإنسان يعني بس ثلاثة حياة خطرات إذا إحنا بكون عنا معرفة شو هي الحياة ومنبعد عنها بسيرش في عنا قرصات الثلاثة حياة اللي سمات جدا جدا هي أن الأفاع فلسطين أو التسافا عندنا الخبيث الأسود وفي عنا كمان الحياة المنشارية ذات الحراشف المنشارية هذول تلاثة حياة جدا خطرات على الإنسان وأخترهم من ناحية سم هي طبعا الفلسطينية وأخترهم من ناحية تعامل معها هي الخبيث الأسود وأسمه الخبيث الأسود عشان بيعمل حاله ميت وتقريبا ثمانين سانتي تسعين سانتي مش أكتر من هيك وعنده نياب من بره من الجناب يعني سعب أي واحد بمسك صائد حياة يمسكها بإيده المجردة يعني لازم يا بس بملقات أو بكاف خصوصي جوني أنت جبت معاك الأداة جبت معاي أنا أفرجي لكم أنا كجوني مش مستعد أمسك الحياة أنت سامي وغير سامي إلا بس بملقة خصوصي هذا هو الأه طبعا طبعا يا ريت الملقة الخاص بإستياد الأفاعي هو مش عن جد ملقة هو ملقة فعليا يعني بالآخر هذا قريبا هو ملقة شايف طويل بيكون عشان ما نعملش مخاطرة إيدينا تكون قريبة على الأفاعي أنا بمسك من هون بمسك الأفعى يا إما من جسدها يا إما من عن طلراسة فأنا هذا دم معاي بالسيارة ليش دم معاي بالسيارة أنا هذا سلاحي بالأفاعي إنه مقتلهاش ومأزهاش فمبارح كمان مسكت حيه كانت طريبا متر ونص وكان صاحب ماسكت كريك بدي يقتلها بقول له وين رايه لا تقتلهاش ولا إشي أنا وكمان بروح بطبار رايه يعني بأخدش بصاري بس إنه الحيه ما تتأذاش ولا الإنساني تأذى بس في مرات بيكون شغل عشان بدي أحكي عنا القصة يعني مرات بيكون بمقابل مادي مضبوط ديالة جوني مرر انطلب منه ينزل على بير فيه عدة عفاعي ستة ولا خمسة وكانت شغلي مخيفة لإله حط سعر عالي عشان هم الجماعة البطل بدينا بس مع هيك جب نزلت؟ نزلت؟ كملنا بس هاي القصة كان في بدنا يعملوا زي الترميمات بقالي بير بير ست مطار ارتفاعه وكبروا من جوة ست مطار بير كتير وسيع طف من فوق عم بتطلوا هيك بتشاوروا كيف بدي بلشوا لمعة الشمس على الحية اللي هي بقال بالبير تحت فالمهم اوكي حكوا مع ناس انه بدنا في حياة بالبير فمين يعني مجنون اللي واحد ينزل بالبير يمسيك حية فكلهم طلبوا أسعار عالية عشان ما ينزلوش المهم حكوا مع واحد قال له في واحد قاهر الأفاعي هذا مجنون اسمه جوني يمكن هو بنزل بارت أنا كما نفس الشي كإنسان نورمالي قلت له أنا طلبت مظبوط الفين شاكل قلت له خلص ديش أنزل يعني قلت الفين شاكل اتفجأت انه قال لي ايه بده فهنا نحطط صراع بيني وبين نفسي انه أنا اوكي بدي أنزل ولا ما أنزلش بالآخر قررت شو من قلب البير انزلت على قلب البير شوية شوية طبعا بحضر عادتنا ندور معي كريكات معي كل إشي أول حي كانت تقريبا من ترينو نص هو الحنيش أو العربيد اللي هو الزعمان شحور بتسمى فكان تحت وين أنا كنت واقف بالظبط يعني البير فيه حوالي نص متر كله طم وبدنا نقيمه كلياته فكان تحت بالظبط اوكي بس أنا بعرف أن هذا الحنيش ما بقرص فمسكته وطلعته وبريت البير فظلنا تقريبا ثلاثة أياما ننظف بقلب البير أنا كنت تحت أعبيل هنا يعني اشتغلت كمان بالعمار اشتغلت بالكل إش بالإطراب لقنا تقريبا خمس ست حيايا والآخر البير صار نضيف 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 نزل الزلمي كان عمره فوق 80 سنة نزل بقول لي هاي أحلى دفع دفعها بحياتي خلصني من مشكلة حقية شكرا جزيلا جونيخ باس نتبع حالك دائما أكيد أكيد اشتركوا في القناة